احتفت مجموعة مبادرة رائدة السلام بيوم المرأة العالمي في مسيرة جميلة في حديقة الشهيدة تحت عنوان خطانة للأمام من أجل المرأة والسلام وتأتي هذه المسيرة لإبراز دور المرأة في المجتمع والتي تمثل نصفه الآخر ولتعزيز الشراكة والتعاون الاجتماعي بينها وبين الرجل مبادرة نسائية طوعية أطلقتها مجموعة من الناشطات المشاركات بيوم العالمي للمرأة تكريما لجهودها ودورها الفعال في بناء المجتمع هو احتفاءا بيوم المرأة العالمي لأن المناسبة إذا قلنا عنها أنها يوم مرأة فهي كل أيام السنة احتفاءا في يوم المرأة العالمي اللي يكون في ثمانية مارس تجمعنا مجموعة من مبادرة لرائدات السلام اللي اتعزز القرار 13-25 والمتعلق في تمكين المرأة في صناعة السلام ومحد ما يبيه طبعا ما تقتصر على النساء فقط لأن أي امرأة لازم يكون معاها يمها وياها رجل بحب أحكي عن مبادرتنا نحن مبادرة نسائية تطوعية طبعا نتجت عن نتيجة لقرار مجلس الأمم المتحدة رقم 13-25 اللي بينص على ضرورة إشراك المرأة بعملية نشر السلام طبعا المرأة دائما إلى دور بالحروب بفضل النزاعات بالحياة العامة بالخاصة فمن خلال هذا الشيء طلع هذا القرار ونحن كمبادرة نسائية تطوعية بهمنا نقوم بنشر السلام طبعا بكافة أنواعه وصوره المبادرة تسعى إلى رسم خارطة الطريق لإشراك المرأة في صناعة السلام تبدع من الأسرة وتنتهي بصناعة القرار اليوم يوم 8 مارس هو يوم المرأة لكن أنا أعتبر أن كل أيامنا أيام المرأة لأن المرأة تشتغل تعمل عندها إنجاز عندها فعاليات لقيها في كل اليوم الصبح والمساء والعصر هي أم هي أخت هي زميلة هي دكتورة هي مهندسة فتلاقيها في كل مكان فالأم إذن دورها كبير والمعلمة دورها كبير فما ما بنلخص ولا أحد في حقها مرأة صارت مساوية للرجل في كل شيء ما شاء الله يعني المرأة في البيت في العمل يعني وينما كان مشوء يعني بتحسها إنها تشارك في جميع نواحي الحياة ومجالات الحياة فالصراحة يعني اليوم هذا أنا سمعت في الإفنت بالإنستجرام فحبيت أشارك بشكل واحد خليه لو يبادر يعني تكريم للمرأة بيها اليوم يعني مع أنه كل يوم هي المفروض المرأة كل يوم يكون لها تكريم فكان المبادرة حلوة وحبيت أشارك فيها تخليدا لدور المرأة اللي 12 شهر تشتغل وتتعب وبالبيت وواجبات البيت اليوم احتفالا فيها نمشي ونقير جاو ونحتفل فيها مسيرتها الثقافية والاجتماعية والسياسية كانت واضحة والإبداع والطموح والإنجازات ليست جديدة على المرأة الكويتية عبدالله صفار لتلفزيون دولة الكويت